الكتلة العضلية في منطقة الجزء الداخلي العلوي من الفخدين عبارة عن خمسة عضلات مرتبة بزوايا مختلفة وتسمى الدكتور موسلس جروب وظيفة هذه العضلات هي ضم الفخدين وتدويرها للداخل وبالتالي دورها مهم في الأنشطة اليومية مثل الجلوس والمشي والركض والقرفصاء وقيادة السيارة وحتى أثناء العلاقة الزوجية بالرجال والنساء على حد سواء هذه العضلات يهمل تمرينها حتى الرياضيين فتضعف ويقصر طولها وتصاب أثناء الحركات السريعة والمفاجئة وتسبب ألم أثناء الراحة أو الحركة في أجزاء محددة من الجسم مثل أرضية الحوض وأعلى الفخد ومنطقة العانة أو الجزء الداخلي من الفخد أو الجزء الداخلي من الركبة وقد يمتد الألم لأمام الساق ضعف هذه العضلات أيضا يسبب ألف رقعة في مفصل الفخد وقد تلاحظ كدمات وتورم ترك هذه الحالة بدون علاج هو أحد الأسباب الرئيسية لخشونة مفاصل الفخد وألم العجز الحرقفي في أسفل الظهر بذلك بهذه الحلقة هنتعلم كيفية التشخيص المنزلي لضعف عضلات داخل الفخد أو الأدكتر مصلز وأقوى برنامج تمارين طبيعية لعلاج الحالة نهائيا بإذن الله تعالى أهلا وسهلا بك عزيزي إذا حضرتك جديد معنا لا تنسى الاشتراك بالقناة أنا الدكتور فارس عرب وحلقة جديدة من سكون ميد تابع معي قبل ما نبدأ بحب أشكر كونز الميد على رعاية هذه الحلقة كونز الميد هي أكبر منصة للخدمات الطبية في أوروبا والشرق الأوسط كونز الميد بتوفر خدمات الاستشارة الطبية عن بعد مع أفضل الاستشاريين من دول مثل ألمانيا وسويسرا وبريطانيا وغيرها الكثير لو عندك مشكلة طبية وما عرفت توصل لتشخيص كونز الميد بتوصلك بأفضل طباء العالم وبتوفر عليك السفر وفي حال احتجت تسافر فالشركة نفسها بتوفر لك الإجراءات والجوازات والمترجم في الخارج وفوق كل هذا بتوفر توصيل الأدوية الأجنبية لباب بيتك حمل تطبيق كونز الميد الرابط بوصف الفيديو والآن لنرجع لموضوعنا خلينا نبدأ باختبار العضلات لتحديد ما إذا كان مصدر الألم لديك صادر عن إصابة عضلات الأدكترز اختبر نفسك الآن وإذا فشلت في الاختبار فهذا يعني ضعف أو إصابة عندك في أحد عضلات داخل الفخذ ولا تقلق حيش رح العلاج بعدها تابع معي لاختبار قوة عضلات داخل الفخذ الدكتر موسلز سنستخدم اختبار كوبنهاغن بلانك ابدأ بالاستلقاء على جانب جسمك ورجليك أمام كرسي بهذا الشكل ارفع صدرك على مرفق اليد السفلية وارفع الرجل العلوية وضعها على الكرسي عند منتصف الساق القدم متجه للأمام وليس للأعلى بهذا الشكل واليد العلوية على الخصر أخيرا شد عضلاتك لترفع الحوض والرجل عن الأرض وحافظ على استقامة الركب بهذه الطريقة إذا استطعت البقاء بهذه الوضعية بدون ألم فقد نجحت في الاختبار وإذا لم تستطع رفع الجسم أو شعرت بالألم في الحوض أو الفخذ فقد فشلت في الاختبار ويجب أن تمارس التمارين التالية لعلاج الحالة لا تنسى أن تكرر الاختبار للطرف الآخر وأخبرنا بتجربتك في التعليقات الآن لنتابع التمارين الإلاجية وهي مرتبة من الأسهل إلى الأصاب خذ وقتك في التعود عليها إذا واجهت صعوبة في البداية فهذا لا يعني أنك فشلت أو أنها غير مناسبة لك بل يعني أنك تحتاج المزيد من الممارسة والوقت لكي تبني وتقوي العضلات وهو بالأساس الهدف من برنامج التمارين يمكنك أن تبدأ بأول تمرينين ثم أضف التمرين التالي كل أسبوع وهكذا لتقبل جميع التمارين مارس التمارين يومياً لمدة 3 أشهر على الأقل خلينا نبدأ التمرين الأول مساج عضلات داخل الفخذ المساج نشط الأوردة ويعزز مرور الدم وتبادل السوائل ويكسر الالتصاقات وبالتالي يعالج الألم سنحتاج فقط لإصطوانة مساج متينة استلقي علاج عنبك السليم ثم ضع إصطوانة المساج تحت الفخذ المصاب والركبة مثنية بهذا الشكل اسنج جسمك بيديك ثم ابدأ بدحرشة الإصطوانة على طول الفخذ ذهباً وإياباً بهذه الطريقة ضع المزيد من الوزن إذا احتجت لذلك عن طريق النزول على المرفقين استمر بالمساج لعدة دقائق وكرر التمرين عدة مرات في اليوم ثم انتقل لمساج الطرف الآخر إذا احتجت لذلك جرب التمرين وشاركنا بتجربتك في التعليقات التمرين الثاني تمرين إطالة عضلات داخل الفخذ إطالة العضلات يساعد على استرخاء الأنسجة ويسهل مرور الدم ويكسر الالتصاقات وبالتالي يعالج الألم نبدأ بالركوع على الركب واليدين ثم بعد بين الأرجل بقدر ما تستطيع التحمل بهذا الشكل أخيراً ارجع بيديك للخلف ببطء بهذه الطريقة حتى تشعر بشد إطالة جيد في داخل الفخذين ويدل على قيامك بالتمرين بشكل صحيح لا بأس إن شعرت بألم أثناء التمرين فإطالة العضلات هي عملية مؤلمة بالفعل ولكنها لا تقارن بالراحة والفوائد العائدة من التمرين استمر بالإطالة عشر ثواني ثم استرخي وكرر ذلك ست مرات على الأقل في الجلسة الواحدة حاول في كل مرة زيادة الإطالة عن المرة السابقة لزيادة النتائج جرب التمرين وشاركنا بتجربتك في التعليقات التمرين الثالث تمرين ضم الأرجل عند مستوى الركب هذا التمرين من نوع الشد الغير حركي أو آيزومتريك وهو رائع لتخفيف الألم داخل الفخدين على الفور نبدأ بالاستلقاء على الظهر وثاني الركب بهذا الشكل ثم ضع إصطوانة مساج أو منشفة أو وسادة بين الركب أخيراً اضغط على الإصطوانة بكل قوتك وعد عشر الثواني ثم استرخي ستشعر بشد جيد في الحوض وداخل الفخدين ويدل على قيامك بالتمرين بشكل صحيح كرر الحركة ثلاثين مرة على الأقل في الجلسة الواحدة مع فاصل دقيقة راحة بين كل عشرة أدات جرب التمرين وشاركنا بتجربتك في التعليقات التمرين الرابع تمرين ضم الفخد بوضعية الاستلقاء هذا التمرين يستخدم وزن الرجل لتقوية عضلات الفخد الداخلية الدكترز استلقي على أحد الجانبين أمام كرسي ثبت الجذع وارفع الرجل العلوية على الكرسي عند مستوى القدم الأقدام متجهة للأمام وليس للأعلى بهذا الشكل أخيراً شد الركب باستقامه ثم رفع الرجل السفلية لأعلى نقطة بحركة من مفصل الفخد ثم عد لنقطة البداية ببطء بهذه الطريقة ستشعر بشد جيد في الحوض ويدل على قيامك بالتمرين بشكل صحيح كرر الحركة ثلاثين مرة على الأقل في الجلسة الواحدة بإمكانك التناوب بين الرجلين بين كل عشرة أدات جرب التمرين وشاركنا بتجربتك في التعليقات التمرين الخامس تمرين ضم الأرجل عند مستوى الكاحل هذا التمرين من نوع الشد الغير حركي أو آيزومترك وهو رائع لدقوية عضلات داخل الفخدين نبدأ بالاستلقاء على الظهر وفرد الركب بهذا الشكل ثم ضع أسطوانة مساج أو منشفة أو وسادة بين الكاحلين أخيراً اضغط على الأستلقاء بكل قوتك وعد عشرة ثواني ثم استرخي ستشعر بشد جيد في الحوض وداخل الفخدين ويدل على قيامك بالتمرين بشكل صحيح كرر الحركة ثلاثين مرة على الأقل في الجلسة الواحدة مع فاصل دقيقة راحة بين كل عشرة أدات جرب التمرين وشاركنا بتجربتك في التعليقات التمرين السادس تمرين ضم الحوض بمقاومة المطاط هذا التمرين يقوي عضلات الفخد الداخلية الدكترز باستخدام مطاط التمرين اربط مطاط التمرين حول كاحل أحد الأرجل ثم ابتعد عن المطاط وباعد الرجلين بهذا الشكل أمسك بجسم ثابت لمنع فقدان التوازن أخيراً شد المطاط وضم الأرجل للداخل بحركة من مفصل الفخد ثم عد لنقطة البداية ببطء بهذه الطريقة حافظ على توجيه القدم للأمام وستشعر بشد جيد في الحوض ويدل على قيامك بالتمرين بشكل صحيح كرر الحركة ثلاثين مرة على الأقل في الجلسة الواحدة بإمكانك التناوب بين الرجلين بين كل عشرة أدات جرب التمرين وشاركنا بتجربتك في التعليقات هذا التمرين مثالي للحفاظ على قوة عضلات جانب الفخد لديك وحرق الدهون وتحسين المظهر الجمالي للأرجل ابدأ بالاستلقاء على جانب جسمك ورجليك أمام كرسي بهذا الشكل ارفع صدرك على مرفق اليد السفلية وارفع الرجل العلوية وضعها على الكرسي عند منتصف الساق القدم متجه للأمام وليس للأعلى بهذا الشكل واليد العلوية على الخصر أخيرا شد عضلاتك من الحوض والجدع لترفع جسمك والرجل السفلية عن الأرض لأعلى نقطة ممكنة حافظ على استقامة الركب ثم عد لنقطة البداية ببطء بهذه الطريقة ستشعر بشد جيد في الحوض والجدع ويدل على قيامك بالتمرين بشكل صحيح كرر الحركة ثلاثين مرة على الأقل في الجلسة الواحدة بإمكانك التناوب بين الرجلين بين كل عشرة أدات جرب التمرين وشاركنا بتجربتك في التعليقات وفي الختام لا تنسى تشاركنا تجربتك مع نصائح وتمانين القناة في التعليقات أنا الدكتور فارس عرب وأعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه أتمنى أنك استفدت من متابعة قناة سكون مد بصناعة المحتوى نحن نوظف موارد بشرية جبارة لجمع الحقائق والحلول الطبية والمطبقة عمليا مع التأكد من مصادرها وفعاليتها ونقدمها لك بطرق محببة ومبسطة وبدون أي انحياز مادي أو ديني أو سياسي هدفنا واضح وهو الاهتمام بالصحة العامة فقط لكي تستمر القناة يجب أن نتعاون معا لأن هذا العمل مكلف جدا جدا أدعوك بالانتساب الشهري بالقناة أو التبرع من خلال زر الشكر دعمك المادي للقناة ولو بالقليل مأجور لأنك تساهم بنشر محتوى صحي هادف يساهم بتخفيف الألم عن ملايين من الناس وأسأل الله لنا ولكم كلام الصحة والعافية ترجمة نانسي قنقر